اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أستطيع المنزيع 我们 تستر جيد بجميع الفيضية أستطيع المنزيع مصالحة تحديد حياة لحظة الروح للحياة هذا ما نحن نكون لك انتعلم عن اليوم نحن نحن نتحدث عن شيئاً كنسطوليق انها ستحولة، ستحولة، ستحولة في سنة كوريا نحن نتعلم عن طوليقين well who fix or who repair the broken toys for the young children to see them happy or to make them happy and they also work for no money so it's really a great work we are going to learn more about this so please and let's start our lesson I will have a recycling what is recycling we said that recycling what to try to reuse something again and I'm gonna have a problem with that but I'm gonna try to recycle okay or recycling علشان نقدر نستخدمها تاني ونستفيد بيها تاني بدل من نرميها okay what things help the environment دلوقتي هنعرض بعض ideas او الافكار اللي احنا ممكن نعملها to help the environment عشان نساعد ونحافظ على البيئة بتاعتها the first one we can use energy saving light bulbs احنا كلمنا عن energy saving light before وقلنا اللي هي المبات اللي هي بتكون energy saving يعني موفرة للطاقة تمام دي حاجة من الحاجات اللي احنا ممكن نعملها to save the environment or to help the environment well ايه كمان we can recycle trash well we can recycle trash ان احنا بيبقى عندنا التراش بنعمل لها recycling نشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها مرة تانية او نعيد تدورها مرة تانية وبنعيد تدورها تمام وحتى لو تلاحظوا ان بقى في بعض الاماكن دلوقتي ابقوا بيقسموا ال trash يعني تلاقي مثلا trashcan مكتوب عليها plastic trashcan مكتوب عليها glass trashcan مكتوب عليها paper وهكذا بحيث ان انت تسهل على تسهل عملية الفرز دي لما يكون معاك حاجة plastic تحطها في الباسكت بتاع البلاستيك معاك حاجة مثلا glass تحطها في الباسكت بتاع البلاستيك حاجة paper تحطها في الباسكت بتاع تمام؟ عشان نسهل عملية الريسايكلين. يبقى هي طبعا كمان حاجة من اللي ممكن نعملها to help the environment وهي we can recycle trash. what else we can use more solar energy. yes of course ان احنا ممكن نستخدم الـ solar energy اكتر. well solar energy as you remember اللي هي the energy that we get from the sun. الطاقة اللي بناخدها من الشمس. well انها تكون موجودة بقى في البيوت تكون موجودة in factories في المصانع تكون موجودة في كل مكان بيستخدم electricity. تمام؟ طبعا it's clean it's cheap. مش هتكلفنا حاجة لان الشمس موجودة على طول. تمام؟ ومش هتخلص. it's renewable energy. well. يبقى دي بعض الـ ideas او الافكار اللي احنا ممكن نستخدمها to help the environment. تمام؟ قبل ما نكمل عايزيكم بس تاخدوا بالكم من حاجة ان احنا عاملين نقول ايه؟ we can. we can. we can. صح كده. لان احنا هنا بنعبر عن ability عن قدرة. تمام؟ قدرتنا في ان احنا نقدر نعمل حاجة. تمام؟ ودايما زي ما انتم شايفين كده can بيجي بعدها دايما infinitive. يعني ايه infinitive؟ يعني the base form of the verb. يعني الـ verb من غير ما بزود له اي حاجة خالص. تمام؟ زي can use. can recycle. can use. فده لما كنت بعبر عن ability. تمام؟ طيب. let's continue. دي برضو بقيت الـ ideas اللي احنا ممكن نستخدمها to help the environment. we can use more hydroelectric energy. well. الـ hydroelectric energy. تمام؟ اللي هي الطاقة الكهرومائية. يعني ايه كهرومائية؟ يعني ان احنا بنحصل على الكهرباء بس عن طريق المية. زي كده فكرة الـ high dam اللي هو السد العالي. اوكي؟ well. بيبقى عندنا كده زي ما احنا شايفين في الصورة دي. اوكي؟ ان احنا بنقدر نولد كهرباء من المية دي. اندفاع المية او قوة اندفاع المية دي. بتحرك توربينز بتكون موجودة تحت المية. علشان كده بتولد electricity. تمام؟ فبنسميها hydroelectric. اوكي؟ hydroelectric energy. طبعا احنا بنستخدم الطاقة دي في مصر اللي هي الـ high dam اللي هو السد العالي الموجود ان اسوا. وهنتكلم عنه ان شاء الله في اليونة ده. طيب. what else we can do? we can save water. of course we can save water. نحافظ على المية. نرشد استهلاكنا للمية. well ده طبعا من الحاجات اللي هي to help the environment. well. what else? we can plant trees. طبعا احنا نقدر ان احنا to plant more trees. وطبعا planting trees that reduce pollution. بيقلل من pollution او من التلوث بتاع الهو. right. اوكي. برضو لو لاحظنا هنا اتلاقي ان نحن بنستخدم we can. we can. we can. as i told you ان كان تاني بستخدمها عشان اعبر عن الابلتي. القدرة ان نقدر اعمل حاجة. well. ودائما بعدها برضو بيكون في a infinitive or the base form of the verb. of the verb. can use. can save. can plant. and so on. okay. well. let's now do this exercise. we need to write. read and write t for true or f for false. so number one one. to help the environment. we can recycle the trash. to help the environment. can we recycle the trash? yes. of course. it's true. yes. لدي حاجة من الحاجة لتو help the environment. type number two. we can have long showers and use lots of water. so this is true. lots of water and take long showers. of course. no. it's false. right. number three. we can use energy saving light bulbs to save energy. yeah sure. number four. having all the lights on in your apartment helps the environment. having all the lights on يعني انت تسيب الانوار كلها مفتوحة في البيت. so this is this is helping. of course. no. this is false. okay. well. so now it's clear. عرفنا ايه ال ideas اللي احنا ممكن نستخدمها to help the environment. great. طيب. هنا بيقولنا على ال information او المعلوم اللي لسه ايليها لكم من شوية. وهي. we use can. okay. when we are able to do something. well. لما بنكون نقدر بنعبر عن ability عن قدرتنا. how to be able to do something. okay. بنستخدم can. زي. we can plant more trees to help us breathe better. okay. we can plant. دي حاجة احنا نقدر نعملها. we are able to do it. okay. يبقى can دايما بعبر بيها عن ability. عن القدرة. وبعدها لازم يكون في infinitive. او can دايما بيكون بعدها infinitive. او اسمه the base form of the verb. اللي هو الشكل الاساسي او المصدر الرئيسي للفعل. okay. okay. now let's choose the correct answer. number one. we can trash. save or recycle or plant. great. it's recycle. we can recycle trash. number two. we use more solar energy. make or can or have. we can. great. we can use more solar energy. طبعا احنا عندنا هنا use the infinitive. فلازم اجيب قبله can. لا ينفع make ولا ينفع have. طيب number three. we can use energy saving light bulbs or trees or water. what do you think? great. it's light bulbs. okay. number four. we can save water to help the school or beach or environment. طبعا. we help the environment. okay. school or beach دول جوز من environment. right. okay. we have here three vocab or three words. okay. عايزين نفهم معناهم كويس جدا. قبل ما نروح نقرأ التكست بتاعنا. اول كلمة عندنا اللي هي landfill. okay. landfill actually اللي هي القمامة. تمام. او اللي ما بيكون فيه ارض مليانة قمامة. اللي بيبقى مكان كده. وبيرموا فيه كل القمامة عشان بعد كده ياخدوها بقى يفرزوها ويطلعوا منها الحاجات اللي ممكن يعمل لها recycling. او الحاجات اللي هيتخلصوا منها خالص. تمام. فدي اسمها landfill. يبقى landfill اللي هي الارض اللي بيكون موجود فيها التراش او القمامة. تمام. طيب. clinic. clinic. clinic يعني عيادة. اوكي. يعني الدكتور دايما بيكون موجود انا clinic. toy repair store. toy repair store. store يعني shop. اوكي. وطوي طبعا اللي هي العاب. so ده محل بيعمل زي عادة عادة تصليح للالعاب. اوكي. طيب كده احنا فهمنا الثلاث معاني دول. اوكي. let's now read about kinest toy clinic. اوكي. it's a special store. store as i told you يعني shop. فهو a special shop. اسمه ايه؟ اسمه kinest toy clinic. اوكي. طيب بيعملوا ايه في الستور ده؟ او ايه قصة الستور ده؟ تعالوا نقرأه ونشوف. a big problem for the environment is all the trash we send to landfill. هنا بيكلم عن problem ازي told you اللي هي مشكلة. بتواجه البيئة. وهي انه التراش كمية التراش اللي تترامى. او بتروح للاندفل. لاندفل زي ما وضحتها لكم من شوية. اوكي. but we can help. لكن احنا نقدر نساعد. طب نعمل ايه؟ we can recycle some things we use like our toys. we can recycle. اوكي. يعني reuse. نحاول نستفيد تاني. او نعيد استخدام تاني الحاجات اللي احنا رميناها. زي مثلا toys. اوكي. طيب. ايه الفكرة بقى؟ in south korea there is a toy repair store called kinestoy clinic. well in south korea يعني كوريا الجنوبية. تمام؟ دي دولة. south korea there is a toy repair store في هناك محل او shop. تمام؟ store that repair toys. بيعيد تصليح الالعب. اسمه ايه؟ اسمه kinestoy clinic. well fourteen people work at the store and repair the toys for the children. في هناك fourteen people او fourteen يعني اربعتاشر شخص شغالين هناك. well fourteen people work at the store and repair the toys for children. بيصلحوا التويز دي علشان الاطفال. well they are toy doctors. بيسموهم toy doctors. ليه toy doctors؟ لانهما بيسعدوا في تصليح الالعاب تاني وبيرجعوها الاطفال مرة تاني. well فبيسموهم toy doctors. the toy doctors work for no money and fix the toys to give them a new life. well so these these doctors work for no money. يعني ما بياخدوش فلوس. وما بس شغالين كدا يعني. it's like volunteering. وعمل تطوعي. well and fix the toys to give them a new life. بيعيدوا تصليح ال ايه التويز دي مرة تانية. كأنهم ايه يعني بيرجعوها الحياة مرة تانية. they do this because they see the children are very sad when they break their toys. the children are very happy to receive the fixed toys. well. لابهما ايلي بيخليهم يعملوا كدا؟ لانه they see the children are very sad when they break their toys. لما الاطفال بيكسروا الالعاب بتاعتهم they are very sad. ولما بيشوفوا الالعاب بتاعتهم تصلحت تاني طبعا they are very happy. well they send the toy doctors notes and chocolate to say thank you. والاطفال دي لما بتحس انها فعلا مبسوطة وتبقى فرحانة ان الالعاب بتاعتها تصلحت. so they send notes بيقوم ويبعثوا notes زي رسائل كدا. and chocolate. ويبعثوا كمية chocolate لل doctors دول علشان يقولهم thank you. the toy doctors also say it's very good for them. the toy doctors هما نفسهم حابين الشغل ده. تمام؟ وحاسسين انها حاجة كويسة بالنسبة لهم. they don't feel old and they learn new things. well شغلهم في الموضوع ده بيحسسهم ان هما يعني they never old. ان هما ما كبروش. ان هما لسه حاسين ان هما لسه أطفال بيسلحوا ألعاب وحاجات كده. and they learn new things وبيتعلموا حاجات جديدة. تمام؟ باقداموا مثلا لعبة وباقداموا challenge اللي هو لازم يرجعها تاني كويسة. تمام؟ فده بيعلموا حاجة جديدة. ازاي يصلىها ازاي يرجعها. ازاي يخلي الطفل صاحب اللعبة ده يكون مبسوط بدل ما هو كان زعلان ان لعبته اتقصى. but the main reason. السبب الرئيسي they like it is because the children are so happy. اكتر حاجة او سبب الرئيسي اللي بيخليهم يشتغلوا الشغل ده انه هما بيلاقوا الفرحة على وشوش الأطفال اللي الألعابهم بتتصلح. sometimes the toys go back to the children and sometimes to children who don't have a lot of toys. احيانا بيرجعوا الألعاب للأطفال اللي هما أصحابها. واحيانا لو أصحاب الألعاب دي مش عايزينها فبيضوها الأطفال تانية بيكون معدوها مش الألعاب كتير. okay. so this is kines toy clinic. i think it's a great idea. let's now read and mark the sentences with t for true or f for false. okay. number one the text is about a toy store where you buy new toys. well التكست اللي احنا ارناه من شويه ده كان بيتكلم عن toy store where you buy new toys. buy تشتري new toys. of course it's false. okay. it's about repair broken toys. number two the store is not in egypt. yes or no. yeah it's true. it's in south korea. okay number three the toy doctors receive money for their work. they take money for their work. of course no. okay they do it for free. number four a lot of children are happy with the toy doctor's work. yeah sure the children are happy when the toy doctors fix their toys. right? okay. now let's read and match the words to their meanings. well we have here four words. landfill to give something new life. toy doctor to fix. عايزين نوصل كل واحدة من دول بالمعنى بتاعها. عندنا هنا number one to mend or repair place where people leave trash. to recycle or a person who mends toys. number one هنا عندنا landfill. well what's the meaning of landfills? well actually it's a place where people leave trash. هو المكان اللي الناس بتيب في القمامة بتاعتها. this is number one. okay number one هنا مع number two هنا. number two to give something new life. إن انت بتدي لحاجة. ده معنى إيه. ها؟ ده معنى ان انت تري سايكل. great. but this is number two. well ده معنى ان انت تري سايكل. بتي سايكل something to give something new life. إن انت كأنك بترجع لها الحياة مرة تانية لما تعمل لها ري سايكل. toy doctor. number three. toy doctor. who is the toy doctor? well a toy doctor a person who مانز تويس مانز معناها فكس بيصلح يبدأ this is number three well number four to fix معناها to mend or repair ان انت تعيد أو تصلح يعني مش تعيد هي فكس not refix well معناها ان انت تصلح حاجة كانت بيزة أو كانت مقصور okay well so that's all for today I hope you enjoyed the video so today we talked about how to help our environment وعرفنا many ideas to help us save our environment and save the world in general وكمان عرفنا how to use can ونحنا بنستخدم can عشان نعبر عن ability أو نعبر عن قدرتنا اننا نقدر نعمل حاجة كمان عرفنا عن canis toy clinic اللي موجود in south korea وعرفنا عن the toy doctors who help children to be happy again and that's all for today thank you guys and see you next time ان شاء الله goodbye bye